نهدى بقى شوية كده موجة عالية قوي ونغمة شغالة بقوة يومين دول على كل منصات السوشيال ميديا ضد اللاجئين في مصر خاصة السوريين افتكر اركز ان انا يوم الخميس اللي فات اللي فات قلت ان تون ما السيسي وحكومته مستمرين في الفشل فهتطلع الحملات دي كتير قوي وهتفضل الحملات دي مستمرة افكرك بالفيديو دا وارجوك ركز فيه كويس جدا تفضل انت جزء عاصيل من خطة اسرائيل عشان ترحل اهل غزة انما لاجئ سوري لاجئ يمني لاجئ ليبي اي ان كان اللاجئ دا ده موضوع تاني خالص انا بقى احذر المصريين من اللاهجة دي كل ما الازمة تسد هيرفع اللاهجة دي غير الحكومة تفضل الازمة شغالة طب يبقى ايه يبقى الحل يبقى اللاجئين هما طبعا زميلي قطعينها وعش جدا انا كنت ضد الهجوم على السوريين هي كده مش بين الهجوم على مين ولا مع مين لكن كنت ضد الهجمة السفلة على اللاجئين السوريين وفعلا على مدار الساعات اللي فاتت كان اكتر من هاشتاج متصدر على مناصة اكس تويتر سابقا كلها بتدعو لمقاطعة المحلات والمطاعم السورية وترد اللاجئين من مصر وحصل بقى الهاشتاجات دي المعلبة مقاطعة المحلات السورية الشعب المصري اللي استقبل اللاجئين ما بعشان مش عن سوري اللي فتح لهم بيته وبدهم على اخواته مش عن سوري اللي سعيده ومسكنهم وراعاهم وشجالهم مش عن سوري اللي بينطفت دلوقتي دفاعا عشان في ناس عايزة تستقطع جزء من ارضه مش عن سوري واللي شايف غير كده هو اللي مغيب ومتساهل مقاطعة المحلات السوريين هذه قائمة باسماء المطاعم السورية وعنوينها باسكندرية معا جميعا اللي مقاطعة هذه المطاعم هذا وقت الاستفاف طيب اكتب الاستفاف كويس يا راجي او اكتبك الاستفاف كويس الاستفاف بالته والوقوف مع الدولة دولة ضد هذه الهجمة المهاجة لاحتلال بلدنا بناس ممولة ممن وممنهجة لتدمير بلدنا ما تقليش هي تهاجمت من الخارج والداخل اللي بعده كترت بقى احنا مرينا بحروب كتير واكتر بلد عربي مرينا بحروب عمرنا ما سبنا بلدنا وهربنا طول عمرنا موجودين فيها واحنا اولى بيها وبخيرها من اللاجئ اللي هرب من بلده وجاي قسمنا في لقم تعيشنا مش هشتري غير من مصري مقاطعة المحلات السورية وفيه بقى اللي قالك احنا هنقول لكم اديها مصري كفاية السوري بلدكم اولى بيها المطاعم السورية عاملة بص ترق لا كمان الحملة الشارسة دي واصرت لانهم اصحاب المحلات السورية قالك بيتاجروا في العملة والمخدرات زي ما كتب الاخ خشام وغيره من اللجان يعني قالك الناس العادية بيت بتتكلم والكل مستغرب من الملايين ومحلاتهم ما بيجيبش ربع الايجار حتى غسيل اموال مخدرات الكابتاجون وتجارة العملة واضح لعامة الناس البسيطة الدولة سكتة ليه والاعلام بيلمع فيهم وسكتين ليه يا مصر خيصة وهين عليكوا اوي كده مقاطعة المحلات السورية وطلق واحد لجنة يقولك احنا بالصالح عن نبي كده هنجمع حوالي مليار دولار من العجالية السورية من خلال فرض اجراءات تقنين الاوضاع اسمع اجمال المبلغ التي توردت لدى خزينة الدولة المصرية من تقنين اوضاع الاقامة والدرائب والتحولات الداخلية على الحسابات حتى الان حوالي 750 مليون دولار ده لحد شهر 11 اللي فات ودي معلومات ولسا في مجموعة بتدبر اموها وعشان تقنن اوضاعها حسب تصريحات مصدر بارد طب ننتظر تقريبا حوالي مليار دولار من اجمال الجالية السورية في مصر اللي لم يكن ماضي يا راجل الحاملة دي اثارت انقسام كبير على السوريين خصوصا ان اغلب التعليقات جاي من حسابات مجهولة زي ما كتبت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية قالت انقسام سوشيالي الحقيقة حول دعوات مقاطعة محلات السوريين في مصر شوف مصر جميل ازاي شوف ده شارع صبر ابو عالم ده حاجة جامدة جاي وده مدان طلعت باشا حرب كان اسمه مدان سليمان الاول كان ده بقى مكان طلعت حرب كان تمثال سليمان باشا اللي قس الجيش المصري وكده شارع عصر النيل يا صلاة النبي حاجة حلوة قوي المهم يعني حصل تراشق واشتباك بين الليجان والنشطاء على السوشيال اللي رفضين لدعوات المقاطعة السوريين وتردوهم وكتب احمد يرد على لجان السيسي دي ويقول لهم انضف انضف اكل واحسن معاملة يريد بس نتعلم منهم اي حاجة واتمنى يكونوا فاهمين كويس او ان دي لجان المكسيكي اللي هو السيسي يعني لحسين الجزم والمصريين عمرهم ما يقولوا كلام زي ده وانا شخصيا عندهم فيهم كل طلبات الجاية خلال الشهر ده ان شاء الله مش هتبقى غير اكل السوري مقاطعة محلات السوريين انزلوا الشارع وانتو تعرفوا الحقيقة وان دي ترندات هدفها تأجيج الفتن والعنصرية زي ما قال الدكتور هاني اللي قال مقاطعة محلات السوريين هاشتاك سافل ووقح وانا قلت الكلام ده من خميس انا قلت كده بالنصر من خميس هاشتاك سافل ووقح من اشباه مصريين عايشين في شبه دولة عنصريتكم تليق بالمرحلة القزرة اللي وصلنا لها سوريا في وقت ان الوقت كانت اقليمنا الشمالي ومصر كانت الاقليم الجنوبي يعني كنت واحد يا شوية همج ومفيش حد في اخواتنا العرب يعشق تراب مصر كما يعشقه السوري تأجيج الفتن والعنصرية والحقارة حاجات جديدة علينا ولا تشبه المجتمع المصري الاصير المضياف لا تصدقوا ترندات السوشيال ميديا البغيضة لو نزلت الشارع وسألت المصريين هتعرفوا انهم حطين السوريين والسودانين على الرأس من اطلق هذا الترند الحقير ليس اكتر من بغيط حقير ما اشبعش على طبليت ابوه نشاطاء كثيرة ردوا على اللجان واستغربوا ازاي المطاعم السورية بتدور بالاقتصاد المصري زي ما كتب ابي او حساب كده اسمه ابي بيقول هو انا كشخص مصقف في الاقتصاد وفاهم فيه الحمد لله لسه معرفتش هو ازاي المطاعم السورية بتدور بالاقتصاد المصري انا اعرف انهم يفيدوا مصر ويفيدوا المستالك المصري والسائح وكلها مطاعم ناجحة بيشتغلوا فيها مصريين والسوريين وده بيوفر فرص عمل وبيشغل الناس وبيشغل مخابز مصرية ومحلات كمان حتى عمر قديم استعجب من الحملة دي اللي بتهاجم السوريين وبتطالب وانا بقول حتى هنا لان حتى ممكن تعرف ثلاث اعراضات حتى هنا بستغر فيها عمر قديم استغرب قوي من الحملة دي اسمه عمر قديم ايه اللي حصل انا عايز افهم ايه اللي حصل غلط يعني ايه اللي بدايقك في السوريين فجأة يقول لك اه على فاكرة الشوارمة بتاعت جاد بقى كل شوارمة من عند جاد الشوارمة بتاعت يعني هل هي مشكلتك ان الشوارمة بتاعتهم مش حلو قوي ما ظنش هل مشكلتك قال لك ايه انا جبت فراخ من وعلى فاكرة كلهم كتن فيست يعني اللي عامل الهاشتاج واخد نفس الجمل وبيعيد اهو اهو حد بتحس ان اه حرب تجارية ما حاجة ما لأ الكوميدي في الموضوع بقى ان انا اتجمعت مع عمر قديم في الحاملة دي هو حقيقة اي حد يتكلم بوجهة نظر تانية غير اللي جاني الكترونية بتروج ضد السوريين دي يبقى عدو ليهم فحطوني في كافة واحدة ولأول مرة مع عمر قديم فاتهجمت انا زي عمر قديم بالضبط لان انا دفعت عن السوريين وانا انا قلت ببساطة يا جماعة الاقتصاد ده عايز منافسة جاد بيشتغل كويس طب كويس بجاد لو فضل لوحده مش يشتغل كويس لازم بيجنبه محل قوي اتحطيت انا وعمر قديم واللي جاني اشتغلت عليها اسمع بقى اما محمد ناصر وعمر قديم وعبدالله كشري يتوقفوا في الدفاع عن اللاجئين يبقى احنا على الحق الببيل ليه معلم لما عمر قديم يدفع عن وجود السوريين من قناة السعودية ومحمد ناصر يدفع عن وجودهم من قناة مكملين لازم نعرف ان في حاجة غلط يا ولد ليه كده ليه كده اتحطيت انا مع عمر قديم لأول مرة عمر قديم طلق يصرق على هاشتاج مقاتلة السوريين عمر قديم ليفرق عن معتز مطر محمد ناصر كلهم ضد مصر بس كل واحد فيهم لقى جندة شغال عليها وينفزها ومعروفها عن عمر قديم واخوه بتكلمه بتسمين استمروا يا شباب لما عمر قديم يطلق يصرخ ضدنا وكل الامين خوان الهربانين برا مص يصرخوا اعرف انهم بسخوا على مؤامرة تابعة ليهم خايفين تنكشف ده الهبل بقى ايه بص هبت جدا دي هبت معاهم قوي جا دي هبت معاهم بقى قوي اللي جان لما لقيت موجة الدفاع عن السوريين بقت عالية قوي فحاولوا يسحبوها لحيطة تانية ويقولك دي حاملة شعبية والمصرين كلهم بيعانوا من السوريين اللي بينفسوهم في لهم بتلاقيش خد حساب زي لجنة زي بسمة مثلا بسمة قالت لك ايه صدقني 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 مش لجان حالة الافقار والغلاء اللي دي ايش فيها المصريين استغلها السوريين وقاموا بتصنيع كل ما هو مصري ومنافست كل منتج مصري اللي عندهم سيولة وعاشين بياخدوا خدمات بنفس اسعار المواطن المصري ده غير الاتجار في الدولار ايه الدددددددددددددددد وغيره طب يا اسدد بسمة انت حاطة صورة فيك انت اكيد شبه بالزبط اعرى الاوبئاب من وورا يعني عارفة الاوبئاب انت اكيد شبه الابزين بتاع البققاب اللي هو لسود ده الجلد الكويتش ده وانت ما تعرفيش ان اساس الاقتصاد عشان الاقتصاد يبقى جيد لازم يكون فيه منافسة جاي هنا تقولك والمصريين قاموا بتصنيع كل ما هو مصري ومنافسة كل منتج مصري تبما ده كويس تبما وده في صالح المستهلك ايوة هو انت سيبك من الصورة الكتب اللي انت حطاها وانت شبه شبش بابوصباع انما هو الاقتصاد اصلا نظافت نغج بقى الاقتصاد اصلا قايم عن منافسة لما بقى عندي ست الاف بيعملوا شاورمة انا كمستهلك بقى عندي مينيو كبير عريض تخيالي بلدك يا هبلة لو فيها مطعم واحد هيقدم اي سبالة انت هتاكلي لكن لو فيها ست الاف مطعم والست الاف بيتنفسوا عشان يردوكي ما هو الاقتصاد قايم على كده انما محمد رد عليها رد تاني كده قال لها سبب تفسير الحملة دي مرتبطة بالفلوس اسمع بقى حمد قال لها اين خش كده اعتقد ان الموضوع كله بتزاز لجال الاعمال ورؤوس الاموال السورية حد قرر ياخد منهم شد فلوس واول ما هياخد الفلوس اللي جانا هتوقف كلام وتتجمد الحملة لحد ما نفس الشخص يتزيني التاني تجار العملة في مصر كلهم مصريين ومنهم رجال دولة ده انا اقدر اقولك ان منهم الزباط جيش كون السوري ناجح فده مش مبرر انك تعملينه كلاجة مصريين بالملايين ناجحين برا هتكوني مبسوطة لو انهم تم اضطهادهم وطردنا من البلد اللي نجحنا فيها اتعليمي من السوري وينجحي زيه بدلا ما تحقدي على نجاحه محانش عارف الدنيا ممكن تخليكي في يوم تعيش برا بلدك لأي سبب ما اعتقدش انك هتبقي مبسوطة لو اهل البلد دي طلبوا بطردك من بلدهم انت جامد او يا محمد يعني لو ان الامريكان طلبوا بطرد كل المصريين اللي شغالين في الجامعات الامريكية هتفرحي ايه رأيك لو ان الايطاليا طلبت بطرد كل العمالة المصرية هتنبسطي هيجيلك يا حد لو ان السعودية خليكي في السعودية انت بتحب السعودية قوي لو ان السعودية طلبت بطرد كل العمالة المصرية اللي في السعودية هتنبسطي إيه رأيك؟ أنت جهلة الحاملة دي عصفورة إلهاء عملها النظام عشان يبعد أنظار الناس عن كارثة البيع اللي هتبدأ وده اللي كتبوا المجلس السوري المصري أفيقوا يا مصريين يخوفونكم من اللاجئين السوريين أصحاب محل الشوالمة والبقلاوة حتى لا تنتبهوا الكارثة القادمة من بيع أكبر مصانع وأراضي ومستشفيات وفنادق مصر لمستثمرين خليجيين يقولون مش هنشتري غير من مصري بينما المصري لم يعود مصري إلا بالإسم وكل أرباح الشركات الخليج تحول الخارج الإعلامي حافظ المرازي كان له رؤية تانية غير السبوبة اللي بيعملها السيسي من وراء الحاملة دي تعال نشوف قال إيه كده الأستاذ حافظ المرازي قالك لاحظته وبعد الظن إسم أن أغلب الحسابات المرتبطة بافتعال وإثارة حملة مقاطعة ضد المطاعم السورية بمصر قريبة من لجان تحيا مصر مما يجعلني أشك في احتمالين ربما تتفقون معي فيها أو تزيد عليها يعني واحد خطورة العمل المشترك بإجماع المصريين على عمل شعبي لمقاطعة المنتجات الأمريكية الإسرائيلية وضروة إحداث إرباك وضرب العمل الشعبي على مستوى الجمهور كأداة تغيير سياسة فعالة مستقبلا اثنين إثارة نعارات شعبوية تقلل من تنامي الحس القومي للمصريين في التعاطف مع غزة والشعب المصري ثلاثة أو تفسيرات أخرى لديكم هو عايز يقول لك أن أول حاجة رقم واحد أن خطورة العمل مشترك لما اجتمع المصريين على مشاركة مقاطعة المنتجات الأمريكية الإسرائيلية وضروة نعمل رابكة بقى يعني وانت بتقاطر المنتجات الأمريكية نجي مدخلين لك مقاطعة المنتجات السورية فنعمل لك رابكة ده تفسيره هو اثنين إن احنا نثير نعارات شعبوية تقلل من إيه الحس القومي ما نتعاطفش مع السورية نتعاطفش مع اليمن فبالتالي مش نتعاطف مع غزة وزي ما قال كده الإعلام يحافظ المرازي فيه كتير من النشطاء ربطوا في الرب لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وبين مقاطعة الدعوات دلوقتي بمقاطعة المنتجات السورية زي ما كتبت منا منا بتقولك إيه لما تلاقي اللي مقاطعة محلات السورية وضد مقاطعة المنتجات السوريونية يبقى أعرف إنهم شوية أوساخ لحسي بيد الجيش الإسرائيلي إخواتنا السوريين وفلسطينيين على رأسنا والعرب كلهم إخوات غزب عن ميتين أبوكم يا كلابس ايدي دي دي روحوا عيشوا في تلة أبيبي يا ريع بس يا منا صلى على النبي يا منا هدي أرصابك أنت قلت جملتين مكوحل المشكلة مش في السوريين المشكلة في الفاسد اللي مسك مصر زي ما كتب مواطن عراقي رد بقى على حملة مقاطعة السورية وقال لك المشكلة مو بالسوريين مو يعني مش ليس بالسوريين المشكلة بدولتكم الفشلة ورئيس دولتكم الفاسد لا تعمم على السوريين إحنا بالعراق عايشين وإياهم ولا تأثرنا بسببهم الرزق على الله واللي يغشك مش معناه أنه قاهوا غششين كلهم أصلاً أنا كعراقي أسمع ناس تقول إن المصرين الصبيل وأنا أدافع عنهم استنى يا عراقي في فترة من الفترات ودي فترات طويلة طويلة تقريباً بعد السبعينات بعد البترول مغيلي كان المصري يخلص جيش ويخلص كل حاجة وعايز يتجوز عنده تلات طرق ما لهمش ورابع إما أنه يروح العراق أو الأردن كده والسعودية والمنطقة الشرقية دي أو المنطقة الغرب اللي هي ليبيا عشرات الملايين من البيوت المصرية خيرها جاء من الأردن أو من العراق أو من الخليج سواء كان السعودية بقى إمارات كويت أو من ليبيا بس 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 يعني بس أو تقعد في بيتكو بقى تشتغل في مصر وما تتجوز وكتير سمعنا عن قصص البنت اللي حبها شاب ولأنه مش لاقي وظيفة لا في ليبيا ولا في العراق ولا في الأردن ولا في الخليج كله فجاء جالها واحد جاي من البلاد دي شالها خدها من الحبيب أو من روميو وقعد روميو يلتم على صداغه عشرات الملايين من الشباب من السبعينات خيرهم جاي من ليبيا أو جاء من ليبيا أو جاء من السعودية والكويت والإمارات أنا بقول ده الحقيقة واللي كذبني في عينه أجيب عينه من جوه بسبعين الاثنين عشرات الملايين من بيوت المصريين اتأسست والخير بتاعها جاه من السعودية من الكويت من الإمارات من ليبيا وغالبا من الأردن عشرات العمالة من المصريين على يد دي أنا شفتهم بيشوف بيروحوا للأردن نشتغلوا عشان يجيبوا لو إن الأردنيين دلوقتي قال لك ترضي العمالة المصرية هتجوعوا لو إن السعوديين دلوقتي قال لك ترضي العمالة المصرية ومقاطعة العمالة المصرية قسما بالله بيوتها تتخرب في مصر لو إن كنا قلنا زمان أيام صدام صدام في السبعينات جاء خات خمسة وتلاتين ألف فلاح مصري لأن صدام كان بيحب مصر جدا وعاشوا مصر فترة الإمارات اللي فتحت لنا بيوتها دي أو بابها دي كان زمانا جوعنا السعودية اللي فتحت بابها ملايين لأبواب مصرين كان زمانا جوعنا أنتو عالم سفلة الخلاصة كتبها الدكتور عمر اللي قال مصر هي بيت العيلة وما ينفعش تقطع ما ينفعش لا أصدق أن المصرين يطالبون بمقاطعة المحلات السوريين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الآية ليها عايزة لي عايزة تقاطع أخوك تقاطع أخوك في الإنسانية أو في العروبة أو في الدين هل قاتلك هل حاربك إن الرزق بيهد الله وعليك السعي مصر هي بيت العائلة اتقوا الله ده مصر تحديدا وأنا بقولها لك هو وأنا يعني على علم بما حدث للمجتمع المصري من السبعينات لحد دي أنا بقولها لك وأنا واثق من اللي بقوله مصر هي الدولة الوحيدة اللي ترفض أي دعوات لمقاطعة أي لاجة أو حد بيشتغل عندها لأنه مصر من السبعينات وهي برة شبابهم برة عايشين لحد بأتي برة ناس في قطر في الإمارات في الكويت في سلطنة عمان في الأردن في العراق في ليبيا مصر هي الدولة الوحيدة اللي تقف ضد أي مقاطعة أي عمالة في أي دولة عندها لأنه إحنا بيوتنا تفتح أنا واحد من الناس ما استفدتش من البلاد دي بحاجة يعني ما رحتش الكويت ولا العراق ولا ليبيا والحاجات دي إنما أنا شفت الشعب المصري شفت العامل المصري ورحي السعودية وبعد ثلاث أربع سنين يجي يبني بيت في مصر أنا شفت العمال المصريي الشبابهم ورحيه لأردن عشان يشتغلوا في الأردن لأن الدولار هناك أرخص من هنا أنا شفت ملايين راحوا لعراق واشتغلوا في العراق وكانوا يحبوا لعراق جدا جدا ورجوا يتجوزوا في مصر بفلوس العراق جهدهم بس اشتغلوا بس ده البلد هناك فتحت لهم سواء كانت العراق أو الإمارات أو السعودية أو قطر أو سلطنة عمان أو الإمارات وليبيا اللي جنبنا دي مصر هي الدولة الوحيدة اللي يجب إنها تقف قدام أي دعوات عنصرية زي دي ده لو بتفهمه